بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مع هذه الأسئلة التي نقوم بطرحها على سماحة العلام الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضو هيئة كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائمة للإفتاء باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في إجابة الإخوة والأخوات فأهلا ومرحبا حياكم الله الشيخ صالح برك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين هذا الأخ السائل يقول في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أرجو أن تقفوا فيما يستفاد من هذه الآية يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه الآية من سورة التوبة نزلت بمناسبة غزوة تبوك التي كانت مسافتها بعيدة وكانت في شدة الحر فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمنون الصادقون في إيمانهم وتخلف المنافقون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بالتخلف عن الخروج لأعذار ذكروها وهم كاذبون في ذلك فثبت أهل الإيمان مع بعد المسافة وشدة الحر وطيب الثمار خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم راغبين في الأجر والطاعة رضي الله عنهم ورجعوا سالمين ولله الحمد ولم يحصل قتال لأن 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 الرؤوم لما سمعوا لما سمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وخروج أصحابه معه أصابهم الرعب فتخلفوا عن عن الغزوة وكتب الله أجرها للمجاهدين المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وكانت هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو وَإِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ المُطْمَئِنَّةِ المُطْمَئِنَّةِ لَا أَمْرِ اللَّهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم الراغب في الطاعة هذه هي المُطْمَئِنَّةِ وَاللَّوَّمَةِ هي التي تلوم صاحبها على المخالفة وهي أحسن من من الثالثة وهي وهي النفس وهي النفس الأمارة بالسوء نعم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول يتداول الناس في بعض الأحيان أحاديث في عبر الجوّلات ومنها هذا الحديث من ترك صلاة الظهري عوقب بعشر في الدنيا وعشر في الآخرة ومن ترك صلاة العصر عوقب بخمسين سيئة هذه الأحاديث التي تردد يا شيخ هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي ما ثبت في الكتاب والسنة من الحث على صلاة الجماعة الصلاة في وقتها دون هذه الحكايات والوعيد الذي لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما أفضل شيء يقول السائل يتركه المسلم بعد موته فأنا نصحت بأن أعمل ما سبيل شيخ عن الصدقة ما رأي الشيخ في ذلك؟ نعمل ما هو أحسن شيء التأمين المال للناس هو أحسن شيء من الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه لي نال أجرها نعم تقول السائلة هل تشترط النية في الحج والعمرة والإحرام بالنسبة للمرأة؟ نعم المرأة مثل الرجل كل العبادات تشترط لها النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوأ والفرق بين العبادات والعادات هو النية نعم تقول السائلة ما الأشياء التي تعملها المرأة المسلمة قبل ذهابها للحج وهل تتحلل من أخواتها إذا كان هناك خلاف بينها وبين أخواتها المرأة المسلمة مثل المرأة المسلم تعمل إذا أرادت الحج ما يعمله المسلم ذكرا كان أو أنثى من التوبة إلى الله عز وجل والخروج من الحقوق التي عليه للناس يدفعها إليهم أو يؤمنها لهم أو يطلب منهم المسامحة نعم أحسن الله إليكم الأخ أبو عبمار يقول كيف كان الهدي النبوي عند نزول المطر وتتابعه الهدي النبوي عند نزول المطر إذا كثر نزول المطر فإنه يدعو بالدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر نعم ابن أختي شاب في العشرين من عمري هو يرغب الزواج وهل أعطيه من زكاة مالي للمهر إذا كان يحتاج إلى إعانة على الزواج وهو محتاج للزواج لإعفاف نفسه فإنك تعطيه من الزكاة نعم فضيلة الشيخ هذا يقول بأنني وفقت في تعبير الرؤى فهل لو أخذ شيء عن هذا عن تعبيري لرؤية لشخص ما وأعطاني مبلغا من المال هل أأخذه لا بأس بذلك إذا لم تشترط عليه وهو دفع لك هذا المبلغ حنطيه بنفس لا بأس بذلك فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول إذا دخل وقت الصلاة وأنا في بلد ثم خرجت من هذا هل أقصر فضيلة الشيخ؟ لا إذا دخلت الصلاة وأنت في البلد فإنك تصليها تامة لأنها وجبت عليك تامة فتصليها تامة ولو أديتها في السفر فإنك تصليها تامة لأنها وجبت عليك في البلد تامة نعم فضيلة الشيخ يقول أشكل علي وأنا أقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مطر هذا من المشكل مشكل الحديث يخمل على الحديث الواضحة جمع من غير خوف ولا 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 سفر هذا الحديث جمع من غير خوف ولا سفر فيخمل على أنه جمع في الحضر لأجل المطر بين المغرب والعشاء نعم عبارة شيخ الصلاة في الرحالة أو صلوا في رحالكم متى تقال؟ هذا إذا اشتد إذا اشتد المطر الذي يحول بينهم وبين المسجد المطر الذي يبل الثياب أو الوحل الذي يكون في الطريق بينهم وبين المسجد فيقول لهم صلوا في رحالكم نعم السائل أبو عبد الله يقول الشيخ صالح الفوزان أين أتى الفقهاء بالتقسيمات؟ فقالوا هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة وهذا مستحب حسب الأدلة حسب الأدلة الواردة في الكتاب والسنة فهم يبنون عليها الأحكام الفقهية الواجب والمستحب والمحرم والمكروه يبنونها على الأدلة من الكتاب والسنة نعم من أسئلة السائل يقول شيخ هل ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في كل يوم ستمائة ركعة؟ لا أعرف هذا والإمام أحمد لا يتشدد وإنما يكون معتدلا في عمله رحمه الله متبعا للكتاب والسنة وهدي السلف الصالح نعم بارك الله فيكم السائل أبو كمال يقول أرجو من سماحة الشيخ ليحدثنا عن الإمام السيوطي وما هي أبرز الكتب التي ألف فيها مأجورين الإمام السيوطي من العلماء المتأخرين وهو مشهور بالتفسير مشهور بتفسير القرآن الكريم وأيضا له مؤلفات في مصطلح الحديث وفي غيره من الفنون فهو إمام مكثر حتى قالوا إن مؤلفاته بلغت ثلاثمائة مصنف نعم أحسن الله إليكم الشيخ صانح في باب الخوف من الشرك ما المقصود يقول بالشرك في هذا المقصود به عموم الشرك الأكبر والأصغر نعم الشرك المخرج من الملة والشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه ينقص التوحيد نعم يقول في فقرة له ما الفرق بين الأصنام والأوثان أو كلاهما في معنى واحد الأصنام ما كانت على صورة على صورة حيوان هذه الأصنام وأما الأوثان فهي ما كان على غير صورة ما كان على غير صورة كالشجر والحجر وغير ذلك والقبور ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد نعم ما للمخاطب يقول بقوله أخوف ما أخاف عليكم الأمة عليكم يخاطب الأمة نعم يا شيخ بعض الناس قد يترك الطاعات والنوافل والأعمال الصالحة يقول أخاف من الرياء هذا من الشيطان هذا من الشيطان فعليه أن يترك هذا وأن يجتهد في الطاعات ويتجنب المنهيات ولا يلتفت لوساوس الشيطان يقول يترك الطاعات لألا تتهم بالرياء نعم أحسن الله إليكم ما الأشياء التي تزيد من الإيمان وحتى يخرج الإنسان من هذه الخوف من العبادات كل الطاعات وكل العبادات كلها يزيد بها الإيمان نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج دائما نذكركم بأن تبعتوا بالرسائل المختصرة كي نتمكن من عرضها على سماحة الشيخ وأنقلوا لكم تحيات فريق العمل في هذا البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة